مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مرحبا بكم احسن للبلاد والعباد وختم قادة بن عمار كلامه بقوله عيتنا يدولا بينما الاعلام حفظ الرجف كتبه والاخر عدة مشورات ومن بينها هاته الى نوردين بدوي ومن وراءه الشعب رفض الخامسة ولم يدعو لتمديد الرابعة الشعب اراد عدولا وتأجيلا ورحلا بالاستناد الى احكام الدستور وليس تمشيا مع اهواء السعيد الذي نصبك للاستمرار في التحيول علينا كما اضف الدراج في منشور اخر عبر صفحته وقال فيه الندوة الصحفية للوزير الاول طغت عليها لغة الخشب رغم وضوح اسئلة الصحفيين لم يجب فيها على اي سؤال لانه اصلا لا يملك الاجوبة التي هي بحوزة السعيد متفلقة فقط بدوي تحدث باسم حكومة غير موجودة وباسم رئيس غير موجود سيصبح لشرعيا بعد انتهاء ولايته كما ختم الدراج كلامه بقوله بدوي كشف اليوم عن ارتباك كبير تعيشه الجماعة بعدما فقد استيقظ شعبها الذي رفض الخميس ويرفض تمديد الربيع وقراره سيد فما رأيك في تصريحة بدوي ورد الاعلام حفظ الدراج وقدم عمار ننوه ايضا انه يجب على الشعب المحافظة على السلمية لانها المخرج الوحيد للشعب هي مرحلة السوجب التأني وتعقل ووضع مصلحة الجزائر اولا وفوق كل اعتبار للخروج بنتيجة ايجابية وبإذن الله سيصل الشعب لكل ما يريده هو بهدوء اكتر فقط من الدعاء والقادم افضل بإذن الله لا تنسى الضغط على زر الاعجاب اذا كنت مع تغيير السلم ودد التخريب كما لا تنسوا الاشتراك ومشاركتنا بارائكم في التعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة